بيتكلم على حاجة معينة حاجة معينة نهاردة مثلا دور القوات الجوية طيب المبارح البحرية او المبارح مش عارف الدفاع وهكذا نشرح بقى برضو الناس بتشوف بقى تارت طلعوا تارت نازل طيب ايه الموضوع ايه القصة في وقت السلم بتبقى فيه وقته تمركز يعني اللوة ده بتاع الF16 اللوة رقم 15 ايه رقم متوانكز فيه قاعدة كذا الجوية بيتضربوا بيطلعوا بينزلوا بيعملوا والصيانة وبتاع لما ليه نشتغل عمليات فيه حاجة اسمها الفتح الاستراتيجي يعني الاتجاه ده عايز سرب من اللي هو ده سرب سرب اه اوه اطلع سرب يروح القاعدة الفلانية كم طيارة مثلا اه 12 طيار 12 يطلعوا بيطلعش لوحدهم ده يطلعوا بقى ومعامل الفنيين بتاعتهم ومعامل طاقم الصيانة والطاقم اللي بيعمل إذا بيزخر التق عشان يطلع يشتغل فيتعود بقى انه يفتح استراتيجي وروح مكان بتاعته ناك فين مكان الزخيرة وفين اماكن الوقود البوزر اللي هتمون الوقود كل الكلام ده بيسم فتح استراتيجي انما تيجي في الفحار بتقول له اطلعوا بكلهم اللي واحد مينفعش فلازم كل عندك مطار في الجنوب عندك مطار في المنطار الغربية النهاردة قالوا كل قواعد قواعد عن اختلف الأنحاء جمهورية تبقى للمهام الحتة دي هنهاجم عليها مثلا بفرقتين عايزة دعم جوي مثلا لوائين هيقعدوا بكم مطار هنا وهنا وهنا تتحرك اللواءات وتتحرك العناصر الفنية بتاعتها عشان تخدمها زي الحرب فعشان كده ده النهاردة كان يسمو الفتح الاستراتيجي كلمة بتتقال لقوات الجوية لكن الناس القاعدة بترائب وقاعدة بقى بتشوف مصر بتعمل ايه بتفهم الكلام هيشوفوا المشهد ده ازاي يعني هيشوفوا المشهد النهاردة خلينا هاتلي قوات الجوية يا خالد لو سمحت نشوفوا المشهد ده ازاي النهاردة ان القوات الجوية فتحت في مطارات عديدة وبعدين بقى استخدمت كله الشنوك لطارة النقل التقيل وهي بتشيل العناصر الابرار مثلا اطيرات الهولوكيبتر وهي عندنا حاجة اسمها مزلر وامبرار اه دي بقى القوات الجوية الليها طلعت في مطار من المطار دي عملية الامداد بالوقود في الجو لا لا تاني امداد وقود في الجو اه ما هي بتبقى اه معلش محدش يا فاندي معارف اه اه ما هوم الناس بتتفرج على صورة ايه الناس مش اللي خصيصة فاي بتبقى زي الباسكت كده اه بتطير الطيارة وتقوم داخل على التارة التانية تمدها بالوقود وهي في الجو عشان تدي مدى اطول اطول تمام امداد وقود في الجو دي اول مرة نشوفها اه طبع فضل فاندي طبع عشان كده بنقول ايه ان الناس اللي قعدة بترقب شوفها النهاردة بيركب شوف ده بيركب الزخيرة بتاعته زخيرة بيزخر العربية الطيارة بتاعته لانما بتنزل الناس بتعمل اعادة تموين ومقود الناس بتعمل الزخيرة من تاني الناس بتعمل الصيانة دي الطيارة الجديدة اللي هي الروسي اللي هي مرواحتين الكامو فدي طبعا الاول مرة تشتغل في المناورة فكل بيشوف وبعدين بيشوفها وهي بتنزل على حاملة الطائرات طب هي نازلة وحاملة الطائرات توقفة ولا ماشية تفرق تفرق احمد تفرق